السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الأطلس واللشروحات أتمنى إذا أجابكم على الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على علمات الإجاب بالفيديو هفذت مصادر اليوم 24 بتفاصيل جديدة لها علاقة بواقعة الاعتداء على رجل أمن وسلبه سلاحه الناري بعدما كان عائدا من دوامه الرسمي صباحة يومه تولت بأحد الأحياء السكنية بمدينة أغادر وحسب المطايات المتوفرة يتعلق الأمر بحارس أمنى تابع للهيئة الحضرية لمدينة أغادر وهو الشاب في الثلاثين من العمر والذي تعرض لإتذائنا من طرف مجهولين انتهى بإستيلائهم على مسدسه الناري وخمس رصاصات بالإضافة إلى سطو على دراجته النارية من نوع دوكر سوداء اللون وفي انتظار بلاغ رسمي للمديري العامة للأمن الوطني لازالت الأبحاث الأمنية مستمرة لحدود الساعة للكشف عن حيثية الموضوع